انقطع التيار الكهربائي مساء الخميس عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية وحل الظلام في عدد من أحياء المدينة ومخيمها إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء وكانت شركة توزيع الكهرباء في الشمال أو كهرباء الشمال استنكرت الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين وقالت الشركة أن قوات الاحتلال شرعت منذ بدء عمليتها العسكرية في أعمال تدمير وتكسير للآليات الموجودة وتعطيلها وإخراجها من العمل بلدية جنين قالت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي جرف أكثر من سبعين في المئة من شوارع المدينة وبنيتها التحتية بالكامل وأضافت البلدية أن تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكوابن الاتصالات والكهرباء في المناطق التي تم تجريفها يقدر بنحو طول 20 كيلو مترا بشكل أولي وقالت العلاقات العامة والإعلام في بلدية جنين إن المياه قطعت عن مخيم جنين بالكامل وعن 80 في المئة من المدينة أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات باليمن وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تسعى لدعم 50 ألف أسرى متضررة تعيش في مناطق عالية الخطورة في محافظات مأرب والحديدة وصنعاء وإب وتعز ومنذ مطلع أغسطس ازداد معدل هطل الأمطار في محافظات يمنية ما أدى إلى مصرع العشرات وإصابة مئات آخرين جراء السيول والسواعق الرعدية المصاحبة خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن أعلن عن تقديم مساعدات لأكثر من 65 ألف متضرر من الفيضانات باليمن منذ مطلع أغسطس آب الماضي وهو الشهر الذي ازداد فيه معدل هطل الأمطار في عدة محافظات يمنية ما أدى إلى مصرع نحو 190 شخصا وإصابة مئات جراء السيول والسواعق الرعدية المصاحبة هذا فضلا عن تضرر 350 ألف شخص خصوصا ممن يعيشون في مخيمات النزوح اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول قالت إن إجمالي الخسائر في شهر أغسطس في محافظات الحديدة وحجة وريمة بلغت نحو 24 مليون دولار كما تضرر 342 كيلو مترا من الطرقات الرئيسية والفرعية وبينت الإحصاءات تضرر 939 حقلا زراعيا جراء السيول كما أدت الفيضانات التي اشتاحت اليمن أخيرا إلى تدمير مئات الحقول الزراعية وإلحاق أضرار كبيرة بالمواشي في عدد من المحافظات تعد منطقة سهل تهامة على البحر الأحمر من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات ما ينذر بتفاقم الأزمة الغذائية في بلد يعاني فيه ثلثاء السكان من الجوع على ارتفاع الناء يصل إلى نحو 2900 متر عن سطح البحر تقع القرى المعلقة بجبال محافظة ريمة التي تعد الموطن الأول لزراعة البن اليمني المدرجات الشاهقة التي شيدها اليمنيون منذ عصور واحتضنت عشرات الآلاف من أشجار البن لمئات السنين واجه اليوم خطر الانجراف بسبب السيول على أطراف مديرية الجبين عاصمة المحافظة يروي لنا عبد الكريم ما حل بإرث جده من أشجار البن وتعرف شجيرة البن صغيرة وكم جيس خمس سنوات لا ست سنوات لما تكبر وكانت مصدر رزقنا في لحظة وفي ثواني تخيل أشي يقول لك يعني السيل كبس علينا ثلثين المساحة ما عبقى لا ثلث كانت مصدر رزقنا كنا نفعل منها الدخال للسنة كامل الآن ما فيش ولا حاج السيول المتدفقة من الجبال تتجه غربا نحو سهل تهامة المعروف بسلة غذاء اليمن هذا السهل الخصيب الممتد لنحو أربعمائة كيلومتر من الحدود مع السعودية شمالا إلى باب المندب جنوبا شهد فيضانات جارفة تسببت بدمار واسع في الأرواح الممتلكات يقف هيج اليوم وسط أطلال مزرعته لم يبقى له سوى ذكريات أرض كصبة كانت يوما مصدر رزقه في كل زاوية تتجسد خسائره لتذكره بالديون المتراكمة والآمال التي جرفتها السيول أول مزرعتي ما شاء الله تبارك الله يعني مثل البستان خلاص كان فيها الخضروات والزراءة والأجور والتنباك البقيليات من وإلى جميع أنواع أشكالها ومن بعد ما أجاننا السيل وكثرة الأمطار يعني سحبها وسحب المنظومة الشمسية وسحب زراءها وسحب المواصر معها ويحولها من أرض خصبة زرائية إلى أرض قاحلة غير قابلة للزراءة هلو أحمد أكحالي هيج لم يكن بمنأا عن الفيضان الذي جرف مزرعته وأغنامه اليوم لم يتبقى له السوى الثنين من العجول بعد أن سلبه الفيضان كل شيء كنا معنا أغنام واللهم لك الحمد كنا نرعي ونطرح ولو حصل لك ما حصلت بيع منها لكن الآن لا يوجد في يديك شيء ما باقي معنا لأثنين ذي أم الباقي كل شلة أغنام هنا غرقها الماء حتى ماتت إنجراف مئات الحقول يمثل تهديدا للأمن الغذائي في اليمن حيث يعاني ثلثاء السكان الجوع ورغم خصوبة الأرض فإن استمرار الحرب والانقسام السياسي يعقاني جهود تطوير الزراعة ومواجهة الأزمة حسب كثيرين يأمل هؤلاء المزارعون أن تستفيد السلطات من السيول المتدفقة في ري الأراضي الزراعية عبر تخزينها كمياه جوفية وفي حال نجاح هذه الخطوة فقد تمثل أملا جديدا في تحسين الواقع الزراعي في ظل الظروف الحالية التي يعيشها اليمن سامير نمري الجزيرة الحديدة غربي اليمن إلى ليبيا حيث أظهرت بيانات شحن أن معظم صادرات النفط في البلاد لا تزال متوقفة مع السماح لبعض الناقلات بتحميل النفط من المخزونات في ميناء البريغا والزويتين وقالت رويتر إن إحدى الناقلتين ستحمل ستمائة ألف برميل على أن تتجه إلى إيطاليا لاحقا وأدى صراع سياسي على رئاسة البنك المركزي إلى إغلاق حقول النفطية في الشرق مع إعلان حالة القوة القاهرة وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالية الإنتاج انخفض في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بأكثر من النصف مسجلا نحو ستمائة ألف برميل يوميا أدى وانضمت ليبيا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك منذ عام ألف وتسعمائة واثنين وستين تحتل حاليا المركز الثاني من حيث إنتاج النفط في القارة الأفريقية بعد نيجيريا نظرة على قطاع الطاقة الليبي بالأرقام في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية أخبار الاقتصاد شكرا لكم على المتابعة نهاية أخبار الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر